اشتركوا في القناة الاطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الاولوية وقد اجتمل العرض على مؤشرات عامة تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية لتوفير خيارات افضل للطلبة وتطوير مخرجات التعليم ودعم اداء المؤسسات التعليمية بشكل يصب في تحسين اداء الطلبة ثم اطلع المجلس على مؤشرات الاداء التفصيلي المتعلقة بالارتقاء بمنظومة جودة التعليم والتعليم العالي بالاضافة الى تطوير البنى التحتية للتعليم وبعد ذلك استمع المجلس الى شرح حول ما انجزته كلية البحرين للمعلمين على مستوى تخريج المعلمين وتدريبهم بالاضافة الى تدريب القيادات المدرسية والبرامج التدريبية المقدمة من الكلية للقادة التربويين بما يساعدهم في رفع مستوى اداء المدارس كما اعتمد المجلس خطة كلية البحرين للمعلمين للعام الاكاديمي القادم والتي تركز على تعزيز قدرات المعلمين وصقل مهاراتهم في الميدان التربوي وقد اكد سموه في هذا الصعيد على دور المعلم المحوري في جودة التعليم وضرورة تسخير كافة الامكانات للارتقاء بمستواه بما ينعكس ايجابا على مخرجات التعليم كما ناقش المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب وبحضور المعنيين مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم واطلع على ايجاز حول سير العمل في المشروع وفي هذا السياق اكد سموه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اهمية التنسيق بين جميع الاطراف ذوي العلاقة لانجاح هذا المشروع والوصول الى نتائج تتسق وافضل الممارسات العالمية في هيكلة المؤسسات التعليمية واعتمد المجلس التقرير رقم 34 المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب حول اداء مؤسسات التعليم والتدريب حيث تضمن مراجعة ومتابعة اداء 25 مدرسة حكومية و10 مدارس خاصة ومراجعة ومتابعة اداء 4 مؤسسات تدريب مهني ومؤسستي تعليم عال بالاضافة الى نتائج عمليات الاطار الوطني للمؤهلات المتضمنة تسكين 44 مؤهلا وإسناد خمس لمؤهلات أجنبية واستعرض المجلس مذكرة التفاهم المقرر تجديدها بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة المؤهلات الماليزية كما أكد سموه في ختام الاجتماع ضرورة متابعة القرارات الصادرة والاستمرار في تقديم التقارير المتعلقة بسير المشاريع التطويرية وتقييمها شاكرا سموه لأعضاء المجلس ما يقومون به من جهود للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب ومخرجاته في مملكة البحرين شكرا سموه لأعضاء المتعلقة بمستوى التعليم والتعليم 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 وال